نروح بقى ليه أخبارنا وكوالسنا من مباراة الأهلي والجونا بعد المباراة مرسل كله المدير الفني للنادي الأهلي كان غضبان جدا انتقط بعض اللاعبين قال لهم احنا بنلعب بعشوائية وبنضيع بفرص كتير وكويس ان فيه توقف علشان نلحق نعالج الأمور نعالج الأمور كنا بالمناسبة منح اللاعبين أجازة أسبوع وهو بكرة كمان هيسافر إلى بلاده هيخد أجازة هو الآخر بعد كده طلب من الجهاز المعاون انه جاهز برنامج اللاعبين غير الدوليين وهو هيتابع بنفسه البرنامج دوت أونلاين يعني خلال فترة الأسبوع طيب الأهلي ما زال يبحث عن ظهير أيصر هقول لك خبر وبعد كده هقول لك رايش طبعا الكل رايح لفكرة انه الزمالك عرض أحمد فتوح للبيع وبالتالي أحمد فتوح في نهاية الموسم الأهلي هيدوم صح؟ معظم الناس تتحدث عن هذا الأمر وهنا في رقم عشرة قلنا لكم أكتر من المرة وهديك دلوقتي الكواليس مهمة جدا أنه الأولوية عند النادي الأهلي محمد حمدي ظهير أيصر فريق بيرامدز الزهير أيصر الأساسي لمنتخم مصر الآن اللي عقده ينتهي مع بيرامدز بنهاية الموسم الحالي اسمع بقى حكاية محمد حمدي اللي هو واحد من ناشئين النادي الأهلي بالمناسبة مع النادي الأهلي دلوقتي محمد حمدي بيرامدز من جانبه بيحاول يقنعه بالتجديد بيشتغل معاه بشكل قوي جدا أنه يجدد بيرامدز عندهم سكة أنه هم هيعرفوا يقنعه محمد حمدي أنه يكمل مع الفريق ويجدد عاده النادي الأهلي وبنامدز طبعا حضرت له فيها أولى وأعلى راتب وكل شيء كل المغاريات الممكن النادي الأهلي يتحدث مع محمد حمدي وبالفعل يعني الناس قاعدوا من النادي الأهلي مع محمد حمدي قبل ما تكلملك على النادي الأهلي الزمالك كمان باصص على محمد حمدي بيتكلم على محمد حمدي عايز محمد حمدي في اتنين مقربين من الأهلي قاعدوا أعدو الدية مع محمد حمدي وهو قال لهم أيوة أنا رغبتي الأولى النادي الأهلي رغبتي الأولى النادي الأهلي آه في بيرامدز عايزي جددلي والزمالك كمان عايزني بس أنا رغبتي النادي الأهلي طب يا سيدي وقع على رغبة قال لا أنا موقعش على رغبة خلصوا الاتفاقات مع وكيلي وأنا همضي بعد كده مع النادي الأهلي بعد نهاية عقدي مع بيرامدز بالمناسبة عرض الأهلي لمحمد حمدي أقل من عرض بيرامدز والزمالك لكن محمد حمدي رغبته النادي الأهلي الاتفاق المبدئي هيبع عقد أربع سنين عقد أربع سنين مع النادي الأهلي تمام ده الوضع بالنسبة لمحمد حمدي بيرامدز مازال متمسك بالأمل أنه يقرى في جد لمحمد حمدي محمد حمدي رغبته النادي الأهلي وهم متفقين مبدئيا مبدئيا على عقد الأربع سنوات وعرض النادي الأهلي أقل من عرض بيرامدز والزمالك وفي النص كده في ناس أو كلاء لعبين الكلام عن محمد حمدي قالوا له انت غالبا هتبقى أساسي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية فلو سمحت لتوقع للأهل ولا توقع لبيرامدز ولا توقع للزمالك قبل ما تنتهي كأس الأمم الأفريقية وتشوف بعدها إيه الأفضل بالنسبة عشان ممكن يجيلك عرض أفضل بعد كأس الأمم الأفريقية ده الوضع بالنسبة لمحمد حمدي واحد من أفضل زهراء الجنب في الدور المصري وعلى ذكر واحد من أفضل زهراء الجنب في الدور المصري اللي هو محمد حمدي واحد من أكثر اللاعبين المخلصين الرائعين زهراء الجنب في الدور المصري بيقدم مسيرة رائعة جدا وكلما تقول خلاص خلص انتهى يبقى أفضل لعبي فريق